موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام اهلا بكم في عدد جديد من حديث الصحافة وجولة عبر مختلف الصحف الوطنية والدولية نقدمها لكم من قناة الوطنية والبداية بما ورد في الصحافة الجزائرية البداية بجريدة الجزائر الجديدة والتي عنونت الجزائر والولايات المتحدة سعي مشترك لضمان الاستقرار في شمال افريقيا ومنطقة الساحل جاء في تفاصيل المقال ان سفرية الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر اليزابيث مور اوبين اكدت ان كلا من الجزائر والولايات المتحدة الامريكية تسعيان لضمان الاستقرار والازدهار في منطقة شمال افريقيا ومنطقة الساحل وفي تصريح صحفي عقب تسليمها اوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كشفت الدبلوماسية الامريكية عن نقاش مع وزير خارجية بلدها تمحور حول اهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر وعلاقاتهما الثرية وعن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين قال الدات المتحدثة ان لبلدها ايضا مصطحة مشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تنوع الاقتصاد الجزائري نبقى مع جريدة الجزائر الجديدة وفي مقال اخر تحت عنوان حركة فتح تقرر تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال اين قرر المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الامني باشكاله المختلفة وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وجاء في بيان ختميا للمجلس بعد انعقاده انه تقرر انهاء التزامات منطقة تحرير فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال كما اعلن وقف التنسيق الامني باشكاله المختلفة مع الكيان الصهيوني ودع المجلس ايضا الى اعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس الشرقية واعادة فتح ممثلية منظمة تحرير فلسطين في واشنطن وعبر عن رفضه لان تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية دون تطبيق مطالبا اياه بتنفيذها عمليا ننتقل الى جريدة الحياة العربية والتي نقلت تصريحات جامعة الدول العربية التي قالت الاوضاع في المنطقة ما زالت صعبة والوباء فاقم التحديات حيث قالت الامينة العامة المساعد لجامعة الدول العربية السفير هيفاء ابو غزالة قالت ان الاوضاع الصعبة لا تزال تمر بها المنطقة العربية والتي ازدادت بعد جائحة كوفيد 19 وما شكلته من ضغوطات كبيرة على الانظمة الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات مضاعفة على الدول التي تشهد نزاعات وصراعات مسلحة وكذلك بالنسبة للدول المستضفة للاجئين فضلا عن الاثار الجسيمة نتيجة لتعرق لعجلة التنمية والتي تحركت ازاءها الدول الاعضاء ومنظومة جامعة الدول العربية بكافة اجهزتها المتخصصة واضافت في كلمتها امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين المنعقد في الامان العام لجامعة الدول العربية اكدت على ان يجتمل جدول الاعمال عددا من المواضيع والمبادرات الهامة التي تركز على تعافي من جائحة كوفيد 19 ومواصلة مسيرة التنمية بكافة قطعاتها الاقتصادية والاجتماعية ونختم جولتنا الوطنية بجريدة البلاد والتي قالت وزارة النقل تعلن رفع عدد الرحلات نحو كندا حيث اعلنت وزارة النقل عن رفع عدد الرحلات الجوية نحو كندا الى خمس رحلات في الاسبوع عوضا او عوضا عن ثلاث رحلات وحسب بيان للوزارة فان البرنامج الجديد للرحلات نحو كندا يدخل حيز الخدمة بداية من يوم 28 فبري المقبل جاء هذا القرار تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اطار مجهودات الحكومة الهادفة الى تعديم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية وللاشارة فان في اطار المعاملة بالمثل سيتم ترسيخ او ترخيص نفس عدد الرحلات لنفس شركة طيران الكلادية هذا وسيتم دراسة امكانية برمجة رحلات نحو وجهات دولية اخرى من طرف السلطات العليا حسب تطورات الوضع الصحي في البلاد والان الى جولة في الصحف المغاربية في صحيفة بوابة الوسطى الليبية نقرأ عنوان الهيئة التأسيسية تدعو الى الاستفتاء على مشروع الدستور وتطلب دعم البعثة الاممية جاء في تفاصيل المقال ان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور دعت الى تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي انجزته مطالبة البعثة الاممية المتحدة للدعم لدى ليبيا الى الاطلاع بمسؤوليتها بدعم العملية الدستورية وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلاة جاء ذلك في بيان للهيئة بشأن اجتماعها امس لمناقشة وبحث اخر المستجدات المتعلقة بالعملية الدستورية والنظر في كيفية دفع المصاري الدستوري بما من شأنه انهاء المراحل الانتقالية والوصول الى المرحلة الدائمة واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اقرب اجال واكدت الهيئة تمسكها باستكمال المصاري الدستوري الصحيح وفقا لما نص عليه الاعلان الدستوري المؤقت وما استقرت عليه احكام القضاء المختص انطلاقا من احترام ارادة الشعب الليبي ننتقل الى الشأن التونسي ومن جريدة الصباح التونسية والتي جاء بها الرئيس سعيد يصرح فكرة الدستور في تونس جاءت لاضفاء مشروعية كاذبة ووهمية على حكام غير مشروعيين في مقال الجريدة نقل تصريحات الرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن واستشهد سعيد بمقال ورد في جريدة الصواب منذ عام 1920 حيث اكد من خلاله سعيد ان ما تعيشه تونس شبيه بما كان موجودا في تونس في ظل الاستعمار ولكن فكرة الدستور في تونس جاءت لاضفاء مشروعية كاذبة على حكام غير شرعيين مضيفا انه يريد ان يكون الدستور اداة لتحقيق ارادة الشعب لا لتحقيق ارادة طرف يريد ان يستبد ويلعب بالشعب وفق ما جاء في تعبيره والان مشاهدين الى اهم ما ورد في الصحف الدولية بننبا قال مصدر قريب من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ان رئيس الوزراء نجى دون اذى عندما اصابت اعيرة نارية سيارته في الساعة الاولى من صباح اليوم الخميس واستصراع بين الفصائل للسيطرة على الحكومة حسب ما نقلت صحيفة القدس العربي وذكر المصدر ان الحادثة وقع عندما كانت دبيبة عائدا الى بيته واصفا ذلك بانه محاولة اختيال واضحة لكن المهاجمين لاذوا بالفرال واحيرت الواقع لتحقيق الجهات المعنية المختصة ويرى باحثون او متابعون للمشهد السياسي الليبي ان من شأن محاولة اختيال الدبيبة ان تأكدت ان تفاقم الازمة الضائرة حول السيطرة على ليبيا بعدما قال انه سيتجاهل تصويتا في البرلمان المتمركزي بشرق البلاد اليوم الخميس لاختيار بديل له وحشدت قوى المسلحة مزيدا من المقاتلين والعتاد في العاصمة خلال الاسابيع الماضية ما اثار مخاوف من نشوب قتال بسبب الازمة السياسية داخل ليبيا الى صحيفة الشرق الاوسط التي قالت ان الولايات المتحدة اكدت الاربعاء ان روسيا تواصل تعزيز وزودها العسكري على حدودها مع اوكرانيا في وقت اكدت فرنسا انها حصلت على تعهدات من الكريملين بان لا يحدث تصعيد اضافي قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي انها مواصل بما في ذلك في الساعات الاربع والعشرين الماضية ملاحظة تدفق قدرات اضافية من اجزاء اخرى من روسيا باتجاه الحدود مع اوكرانيا وبيلاروس وشدد كيربي على ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل تعزيز قدراته العسكرية في اشارة الى مواصلته زعزعة الاستقرار في المنطقة الى الكاليكاتير اشتركوا في القناة بالكاركة المشاهدين نكون قد وصلنا لختام جولتنا لنهار اليوم من حديث الصحافة الى اللقاء اشتركوا في القناة